اليوم في الدوري المصري الممتاز فشل النادي الاهلي في تحقيق الفوز على الداخلية رغم النقص العدل اللي لها بالداخلية منذ دقيقة 80 بسبب طرد أحمد عبد الرسول في دقيقة 80 وكهربا كان سجل الهدف الأول في دقيقة 70 بطريقة رائعة جداً للنادي الاهلي وبعد كده تعادل المهاجم المحترف للداخلية البديل رشيد أحمد في دقيقة 90 للداخلية مباراة مباراة تستحق غضب مارسل كولر وده اللي قالوا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أنه كان غضبان جداً من اللاعبين تحدث معهم بصوت عالي بعد المباراة أقول لكم تصريحات كولر أبعا كيداً كواليس مهمة جداً حصلت في غرفة خلع الملابس من مارسل كولر اللاعبين بعد المباراة سأقول لكم الأول ما جاء في المؤتمر الصحفي على لسان مارسل كولر مارسل كولر قال concerned إن مباراة الداخلية هي الأسوأ للأهل تحت قيادتي ولم تكن هناك رغبة للفوز وحاولنا تحسين أداء الفريق بين الشوطين وكنا أفضل نسبيا فيه الشوت التاني وسجلنا هدف التقدم وقال إن إحنا ما كناش منظمين عشان نخرج بالفوز أمام الداخلية وتلقينا هدفا بدون داعي وقال كمان أنا لا أتقبل ما حدث ولن أقبله بعد ذلك وإذا كنا نعتقد إننا سنلعب كرة القدم لنجري فقط إلى الأمام بدون تنظيم دفاعي فده شيء غير صحيح آية أنا هشوف مباراة الداخلية مرة أخرى عشان حدد الأخطاء بالزبط وحللها مع الفريق وقال كمان إنه مع ضغط المباريات لا يوجد فرصة للتدريب الفريق بالكامل على الأخطاء وعلى المشاكل اللي بيقعوا فيها خلال المباريات وقال إنه بيكتفي بس بالشكل النظري وليس العمري كمان تحدث عن اللعبين وقال إنه تحدث معهم بشكل قوي جدا بعد المباراة وقال إنه صوته كان عالي عا كان بيزعق وقال إنه عندهم يوم كامل عشان يفتكروا كلامي وقال إنه يوم السبت لازم نفوز بمباراة القطن الكاملوني لأنها مواجهة كبيرة ومهمة وتحدث أيضا إنه ما فيش غير هؤلاء اللعبين وقال لو عاقبتهم مش هيبقى عندي لعبين في الفريق ومش هيبقى القرار الصحيح وده المجموعة اللي عندها الإمكانيات وعندهم الإمكانيات إنه يظهروا بشكل أفضل في الفترة القادمة طيب هذه التصريحات الرسمية اللي تقالب بعد المباراة من مارسل كولر ماذا بقى عن كواليس نحن كواليس رقم عشرة ماذا قال مارسل كولر في غرفة خلع الملابس للعبين بعد المباراة كلمتين دول مش هتسمعوهم غير في كواليس رقم عشرة تعالوا لكم قال إيه بالضبط طيب مش جاهزة معنا طيب مش معنا مش معنا على الأول طيب أنا أقول لكم أنا أقول لكم اللي حصل بالضبط بعد المباراة مارسل كولر اجتمع بلعبي الفريق في غرفة خلع الملابس وده اللي خلاه يتأخر عن حضور المؤتمر الصحفي كولر في جلسته مع لعبي النادي الأهلي كانت الجلسة عاصفة وقوية ولأول مرة ولأول مرة كان صوت مارسل كولر بعد المباراة عالي وبشكل ملحوظ على اللعبين خلال الاجتماع كولر قال للعبين نصا يعني إن هما بيقعوا في نفس الأخطاء وبيقوموا بنفس الأفعال وبيستنوا نتائج مختلفة كلام منطقي وقال إن صدرتنا للدوري ده بيقول للعبين على السام مارسل كولر بقت مهددة زي ما أفريقيا كمان بقت مهددة وقال لهم إزاي نضيع الفرص السهلة بعدما المباراة انفتحت ونخلي المنافس يرجع ويتعادل الموضوع مش أخطاء فردية بس ده بقت أخطاء جماعية وبتأثر على مسيرة الفريق في الدوري وفي أفراك وقال بالنسبة لمباراة القطن المنافس بتاع يوم السبت هيلعب على أخطاءنا دي اللي عملناها النهاردة وقال أو سألهم سألهم يعني قال لهم هل ينفع أن نكرر نفس الأخطاء دي في مباراة القطن هنا تدخل الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في الحوار وقال نصا للعبين مش هينفع الكلام ده وكان المفروض النهاردة بروفا لمطش القطن والمستحقات هتكون موقوفة لغاية ما تتحسن النتائج بدوره بدوره تدخل محمد الشناوي قائد الفريق وقال برضو مش هينفع كده يا جماعة لازم وقفة ولازم تغيير علشان نعدي في أفريقيا ونتأهل وما نفكدش نقاط في الدورة تدخلنا سيناريو الموسم الماضي ده محمد الشناوي وده سيد عبد الحفيز وده مارس الكولر وهذا ما حدث نصا نصا في غرفة خلع ملابس النادي الأهلي بعد مباراة الداخلية الجميع كان غاضب الجميع كان غاضب دون إساءات طبعا بس كله كان غضبان جدا